فعشان كده يمكن كانت رؤيتنا ان لابد من انشاء عاصمة جديدة وكلمة عاصمة هنا احنا مقصود بها ان احنا بننقل اليها المباني الحكومية وكل الاجهزة الدولة بالاضافة انها طبعا بتقوم بوظيفة اي مدينة جديدة بيبقى فيها كل العمران والخدمات والتنمية المتكاملة لتخدم لكل مواطني مصر وانا لما بقول كل مواطني مصر انا بقصد تماما كل مستويات المصريين بدءا من الشباب ومحدود الدخل مرورا بكل المستويات هذه المدينة زي كل المدن الجديدة اللي احنا بننفذها النهاردة ليست لفئة واحدة وليست لمجموعة واحدة ولكن لكل المصريين ولكن الاهم ان احنا الاول مرة بنغير ثقافة الشعب المصري اللي كانت للأسف متراكمة على فترات طويلة كان دائما عندنا الرؤية ان انا اسف اقولها ان محدود الدخل لازم يبقى عايش في المناطق العشوائية او يبقى بالبيوت اللي بتطوب الاحمر لما بتدينا الحمد لله ربنا اكرامنا وابتدينا ننفذ المستويات العالية اللي حضركم بتدينا نشوفها كان هناك تساؤلات هل الكلام دا المحدود الدخل هل الكلام دا للشباب لان للأسف كانت هذه هي الثقافة اللي كانت موجودة لفترات ان هو دا مكانهم ولكن الحمد لله النهاردة واعتقد وهو دا هدفنا كلنا كدولة ان مستوى جودة الحياة اللي يعيش فيه كل المصريين ليس حكرة على فئة واحدة ولكن هو لكل المصريين ترجمة نانسي قنقر